أستاذ أنس قبل الحلقة كنت تحدثني أنك تهتم بالأدب الحركي ماذا تقصد بالأدب الحركي؟ بسم الله الرحمن الرحيم ربما يكون هذا هو مصطلح جديد أو مصطلحا جديدا على سامعي الأدب الحركي هو ذاته أدب الثورات ولكن هو أعمق وأشمل أي الأدب الحركي هو الذي يؤسس لثورات قادمة يؤسس لحركات قادمة ولا أقصد بكلمة حركات أن تكون مؤدلجة أو غير مؤدلجة القصد أنه يؤسس لمواجهة الطغيان يقع على الشعوب من أجل رفع هذا الطغيان كثيرون كانوا من رموز هذا الأدب مثل محمد أقبال رحمه الله وأنا أجده من أبرز رموز الأدب الحركي رحمه الله طبعا محمد أقبال كان شاعر الهند والمعروف عنه أنه شاعر باكستان لأنه هو الأب الروحي لدولة باكستان عرف بأنه إسلامي طبعا وهو من أشهر الشعراء الإسلاميين محمد أقبال كان هو أبرز رموز الأدب الحركي لأنه حاول أن يواجه الطغيان الواقع على شعبي حينها وعلى ما أذكر أن أول قصائد التي كتبها محمد أقبال كانت قصيدة اليتيم وعندما كان يكتب قصائده كان يخرج مئات الألوف في الشوارع من الناس مظاهرات على قصائده فقط كان يحرك الشعوب يحرك الروح الكامنة عند الشعوب التي ترفض الطغيان ترفض الظلم تطلب الحرية فيما ظنها أحمد مطر يعني نفس النمط نستطيع أن نسميه أدب حركي أحمد مطر أدبه ثوري باعتقادي لم يصل إلى الأدب الحركي لأنه يعني اختص في نقد الطغاة ولم يدعو الشعوب الكاملة إلى التحرك ولكن هناك الحركيون أو الشعراء الحركيون الذين نسميهم فمثلا هناك الشيخ محمد محمود الزبيري في اليمن صاحب سجل مكانك في التاريخ يا قلم فها هنا تبعث الأجيال والرمم من أبدع الشعراء الذين كتبوا في أدب الثورات والأدب الحركي رحمه الله عندما خرج من السجن قال خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها نمر على شفرات الصيوف ونأتي المنية من بابها ستعلم أمتنا أننا ركبنا الخطوبة حنانا بها وهذا ما يميز الأديب الحركي أو الرمز عن غيره أنه يخاطب أمة ولا يكتفي بشعب وربما جئنا على هذا في تنويه بسيط عن الشاعر ورسالته من هؤلاء الرموز أيضا الشاعر عاكف أرصوي الشاعر الإسلامي التركي رحمه الله هو أسس أيضا للأدب المقاوم وللأدب الحركي في تركيا وهنا لفتة بسيطة طبعا الرئيس التركي أردوغان استشهد بأبيات لعاكف أرصوي في عام 1998 أمام البرلمان التركي وكانت هذه الأبيات سببا في سجن الرئيس التركي المساجد ثكناتنا والقباب خذاتنا والمآذن حرابنا والجنود المؤمنون جنودنا هذه كانت لعاكف أرصوي رحمه الله فقط استشهد بها فتسبب سجنه نعم إذن طغاة يعرفون تأثير هذا الشاعر تماما الكلمة الطيبة والكلمة القوية لها أثر الرصاص وأبعد مدن أيضا لذلك سيد قطب رحمه الله كان يقول كل كلمة حية اقتاتت من قلب إنسان حي اقتاتت تصور على هذا التوصيف يعني كأنها أكلت من هذا القلب حتى خرجت بهذه الحرقة وهذا النضوج كل كلمة حية حرة اقتاتت من قلب إنسان حي تولد كلماتنا هامدة لا حياة فيها وستظل كلماتنا وتظل عرائس من الشمع حتى إذا متنا من أجلها دبت فيها الروح وعاشت حرة بين الأحياء هذا من كلمات سيد قطب عن الكلمة وأدرها لهم قال مشهور قوة الكلمة نعم نعم تكحدث في عنه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة